في إطار البرامج التدريبية وتثقيفية التي تقدمها وزارة الأوقاف للعاملين بها عقلت الوزارة فعاليات الدورة التثقيفية الثامنة للآئمة المتميزين المشاركين في معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية حضر الفعاليات قيادات الدعوة بالمحافظة دورة تثقيفية ثامنة للآئمة المتميزين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين والهدف إعداد إمام متميز مفقف قادر على التعامل مع مستجدات العصر بأسس الشريعة الإسلامية هذه الدورة تأتي في إطالة الاستعداد للتأهيل والتسقيف وتدريب الأئمة في مختلف المجالات ستبدأ إن شاء الله يوم 13 أبريل دورة بإذن الله تعالى لأربعة ألاف إمام حول أحكام الصيام وأداب الصيام وأخلاقيات الصيام أيضا الدورة ستكون على مستوى الجمهورية ستقام في جميع محافظات مصر بنستهدف حد أدنى أربعة ألاف إمام إضافة إلى الدورات القائمة الآن في أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والوعيزات وإعداد المدربين التفقيف الفكري للدعاء وتزويدهم ثقافيا ومهنيا أبرز ما أكد عليه المسؤولون أيضا خلال الندوة ده له الأثر الإيجابي في نشر الوعي الديني ووصول المفهوم الديني البسيط للمواطن على مستوى الجمهورية ده شيء جميل وبدرة جميلة كان لها الأثر الإيجابي هناك قواعد أخلاقية وفي ذات الوقت قواعد قانونية مثل الفعل المخل بالحياة والفعل الفضح العنين إذن هناك منظومة متكملة بين الدين والقانون والأخلاق في خدمة المجتمع المصري إذن تتكامل العلاقة بين القواعد الدينية والقواعد القانونية وغيرها لتصبح كادمة للفرد والمجتمع وهو ما تسير عليه الأوقاف من خلال مثل تلك الندوات من معسكر أبي بكر الصديق بالأسكندرية وليد هيكل التلفزيون المصري